لم يكن اللجوء حالة غريبة بالنسبة إلى كثير من الشعوب في تاريخ البشرية لكنه كان حدثاً جديداً على السوريين في العصر الحديث فقد اضطروا خلال السنوات الماضية إلى أن يتناثروا في أرجاء العالم بحثاً عن الأمان في سبيل حياة أفضل بعيداً عن آلة الموت التي يقودها النظام النرويج من البلدان التي وصلت إليها أفواج اللاجئين والمعلومات عن هذه الدولة بالنسبة إلى مجتمعاتنا تكاد تكون شبه معدومة تقع النرويج في الشمال الأوروبي وقد صنفت في المرتبة الأعلى عالمياً في مجال التنمية البشرية لعدة السنوات كما صنفت كأكثر البلدان سلمية في العالم لسنة 2007 من قبل مؤشر السلام العالمي وهي من أقل دول العالم كثافة في السكان إذ لا يتجاوز عدد سكانها خمسة ملايين نسمة يعيشون في الأرياف والمدن النرويجية كالعاصمة أوسلو كما أنها تصنف من أغنى دول العالم بلغ عدد اللاجئين السوريين في النرويج عام 2016 نحو عشرين ألف شخص وفقاً لمكتب الإحصاء النرويجي بعض اللاجئين يرون أن النرويج تمنح اللاجئ ميزات أكثر من سائر دول اللجوء لكن لاجئين آخرين يعانون صعوبة الحياة وعدم التأقلم مع مناخ الحياة الباردة في هذا البلد إضافة إلى تزايد شعبية أحزاب اليمين المعادية للاجئين فيها وصعوبات ثقافية واجتماعية متنوعة كصعوبة تعلم اللغة النرويجية التي تعد شرطاً للحصول على العمل والإقامة الدائمة وضع في التواصل الاجتماعي مع النرويجيين الذين يميلون إلى العزلة فهل يعثر اللاجئ السوري في برد النرويجي القارس على الدفئ الذي افتقده في بلاده؟ ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر